اشتركوا في القناة 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 اليهود في مصر قبل 47 كانوا بيمثلوا جميع طبقات المجتمع المصري كان في جزء منهم نسبيا كبير وكان بيقل بالتدريج اللي هو جماعة اليهود القرائين اللي هما منتمين تماما للمصريين دول اللي خرج منهم اليهود المعارفين في مصر يعني الليلة مراد والموسيقيين المختلفين والكتاب والصحفيين لان دول كانوا ما يفقوش خالص عن المصريين ولا شكلا ولا لهجة ولا كلاما ولا معيشة ولا اي حاجة الجزء التاني من اليهود اللي هي الطبقة الوسطى من اليهود الطبقة الوسطى من اليهود دي كانت بتتكوّم من جزئين جزء يهود موجودين في مصر من زمان وبعدين أحوالهم الاقتصادية تصلحت بسبب دخولهم في بيزنس ناجح أو بسبب التعليم اللي وفرته الجالية لفقراء اليهود في المدارس الطاوي المشهورة الجزء التاني من الطبقة الوسطى دول من اليهود الاشكنازي دول المهاجرين من أوروبا الشرقية ودول هاجروا مصر في بعد وخلال الحرب العالمية الأولى لما ابتدى يبان إن فيه ضغوط ضخمة على اليهود في شرق أوروبا دول بقى أولا جانوا جايين متعلمين وبيعرفوا ماهنة كويس بسهولة جدا قدوا يتعلموا العربية ودول بقى كان فيه منهم ده كاتفت سنان وأطباء ومحامين وكل حاجة وبعدين فيه بقى الطبقة الصغيرة اللي هي طبقة كبار الأغنياء اليهود الطبقة دي كانت من اليهود السفردين اللي هو ترجع أصولهم لإسبانيا واللي هما هاجروا في في الامبراطورية العثمانية من زمان جدا وموجودين في مصر يعني أطاوي باشا كان موجود يا محمد علي مثلا واخد بالك وشغاله زي وزير الماليه ما كانش فيه وزير الماليه يعني الوظيفة المماثلة الوزير الماليه ومنهم ناس عدق في مجلس الأمة مجلس النواب ومنهم وزراء نحن كان اليهود هنا في مصر علاقتنا بيهم طيبة جدا وكان عندهم شي كوريل وبن زيون وبعمر أفندي يعني كانوا يمتلكوا في المجال التجاري ممتلكات كتيرة جدا وكانوا عايشين كويس خالص ما كانش فيه أي مشكلة عندهم كيهود وأنا أذكر أن أنا كنت بسكم في بيت في اسكندرية في شارع طيبة في سبورتي وكان فيه شاقتين مسلمين وشاقتين مساحيين وشاقتين يهود وكان كنا كاينين لنا نسكم في عائلة واحدة وعلى علاقات كان طيبة جدا ودودة جدا اليهود العسماليين المصريين كانوا على علاقة طيبة بأصدقائهم من نفس الطبعة يعني مثلا شي كوريل كان عضو في مجلس إدارة بنك مصر وكان مقرب جدا من طلعت حرب وكانت علاقته قوية جدا من طلعت حرب شي كوريل صاحب المحلات المشهورة وصاحب البنوك المشهورة كان على هذه العلاقة ومن مؤسسي بنك مصر وإذا عرفنا أنه بنك مصر تم تأسيسه لمحاولة موجهة الرأسمالية الأجنبية اللي كانت بتنهب أو بتنقل الأرباح بتاعتها إلى الخارج ومحاولة الاعتماد على رأسمالية مصرية فبندرك أنه شي كوريل اللعب دور موازي للي لعبه أي رأسمالي مصري كثير من الوزراء من عائلة مصيري ومنشة وسوارس وشي كوريل اللعب دور محاولة كانت بتتحرك في كل مجالات الاقتصادية لم يكن الرأسمالي اليهودي يعملوا بمنطقة الرأسمالية الأجنبية اللي هي تنقل أرباحة إلى الخارج أولاً بأولاً إسمالي البي وإسمالي العيلة الرغير نعم المدوعة إلى 1930 طلت في حي عبدين وردت حياتي كلها بس موابعة بابلو وطلعت حارباً صديق لسكن في نفس البيت من سنة 1935 وفي العالم يعني أراضي بايع في حياتي بالغرفة شكراً تدير محسوب مجدنياً اجتماعياً وساعات سياسياً يعني تبقى تهمة اليهودية تهمة ديانة كانت مكتوبة على شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية بس عايزة بوضع يعني عشان ما تحكش على الناس أمري ما دخلت معبد يهودي ومعرفش حتى توص الصلاة في المهابت أنا تربيت في مداثة الليسي ومداثة الليسي كان مداثة علمانية نموذج فعلاً للمداثة العلمانية محدش كان بيسأل في الليسي أنت دينك إيه وفي ناس زملائي طول فترة الدراسة كنتش في ناس ما عرفتش همر كانوا مسيحيين أو يهود حتى في في الاستمار ربط المداثة ما كانش فيه كان ممنوع كتابة خانة الدين موسيقى 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 اسمه أصله أماني أبو جدي وصل في مصر 1962 عشان كانت السويس جدي بقى مصري بس ما كانوش بكلمة عربي أبويا مردو مصري بالجنسية المصري أخذوا الجنسية المصري هما من أيامها يعني وأنا تولدت مصري كنت بتكلم كمان فرنساوي زي هم لغاية ثقافة كنت في الليسي بعدين قلنا أبويا قال لي خلاص بقى انت أعدنا بقى دي بلدك دخلت المدربة العربية وكل أصحابي كانوا مصريين وأنا كنت بتكلم عربي يعني في البيت كانوش بتكلم عربي بس بقى انت كلم عربي وخلاص بقى أعدنا وأصحابي كلهم كانوا مصريين يعني يعني أنا بايت شواب بعديني مصري عزراء جو مابل جويس بلو مهلا من عربي والدن أمك كنت توجد في تجلس مغلق بمجرد في مجرد في مجرد الطعب في المجرد في المجرد في تجربة للجمع المترقين في المنزل لقد قمت بمجموعة من المساعدة مجرحة جميلة مجرحة وقمت بيهة إلى جنودة الفرنسي وقم الى أنه يتعلم الفرنسي إستمع الى حقق، ومعادي وعلاهي بسيطة لقد يوجد عدد البشر ليس بالطبيب المكان least là التي تأتي في القرم و once Frank染al ببلوك أ ettا يسمي تمكت当 بال restrictions هي أبقا بالمر مطبرة محمد حتى أتصار لقد أرجوك فقط لكي أشعر في هذه المصادقات هذه هي أصابات اللعنية في وأن أتصار أخايا مني هو نكودي للحل لكي أتصرف ببريج وأتصرف بعمل شعورة الأفراج في دولة المتخطط إلى حلقة صفة لكن من المنطقة للحل في هذه المنطقة كيف شعر ربيجة ؟ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 لقد كانت امتبعين لديك رجل. عندما يذهبون إلى شعطة المنزل عندما كانت هناك رجل ويقومون بيك. يمكنك تنسى الوقت إلى 5. 1, 2, 3, 4, 5... 7... 7... 3... 4... 3... 3... 4... 5... 5... حسنًا صحيح شخص مزال حسنًا شخص مزال خد رن أيضًا كانت تلك قليلا أمان أنسى حسنًا كما يتحبت أن أصبح نقلصم من أن نقلصم وأن تروني أمان أو أجنكيلي كانت كذلك يا أبو ويهدد مع الع gratis للمشاهدة. والصالحيات المرسّة مع المجمليات عينيك بلانيك بلانشار ل rankings بلان بلانشاري ملايتي مع سللاحيات الطاجية سلسية وسيسالة سلسيس الآن دورما دورما جهدت سنانة شكرا بيث تتبع ويحفر مصر لغاية سنة 1935 ما كانش عندها أي مشكلة مع اليهود وحتى مع المستوطنات اليهودية في فلسطين وعد بيلفور لما طلع قامت المظاهرات اليهود المصريين في اسكندرية ومصر بأعداد ضخمة ألافات تحية للورد بيلفور للوعد بتاعه والمصريين ما خانش عندهم اعتراض الجامعة العبرية لما تفتحت مصر بعت توفت من كبار رجال الدولة على رأسهم لطف السيد رئيس الجامعة المصرية في الزالق الوح وطبعا أول تنظيم ساريوني في مصر عاما 1917 يعني قديم جدا للتحاضر الساريوني اللي كان سكرتيرو ليون كاستو وليون كاستو بالمناسبة كان السكرتير في سعد زغلول وكان عضو في الوفد المصري اللي ذهب للمفاوضات في باريس اليون كاستو كان فيه صداقة حميمة بينه وبين سعد زغلول وهو كان واحد من كبار أعمدة الكوميونيتي اليهودي في مصر وأصدر مجلة لحساب حزب الوفد اسمها ليبرتي كانت مهمتها أنها تنقل صورة إيجابية عن ساري 19 إلى الأجانب المتحدثين بالفرنسية في مصر اليهودي الشيوعيين دخلوا في معارك مع العناصر الصحرينية اللي عايز أقولي أولا الحاجة الصحرينية كان بتشتغل رسمي بعد شوية حنكتشف أن ليون كاسترو بيلعب دور سلبي فهو اللي أسس الاتحاد الصحريني بمصر كان لهم مقار كان شارع ماد الدين دلوقتي شارع محمد فريط في محل باتة بتعالح زي في العمار كان فيه رسمي مقار الحركة الصحرينية كانوا كبار دعاة الصحرينية بيزو مصر بصفة منتظمة في محاولة لإقناع اليهود المصريين إن ده هما ينضموا للحركة الصحيونية والحكومة المصرية كانت عارفة أكادي ووعية والكلام ده مكتوب في الجوائد ما كانتش سرية حايم وايزمان جي مصر في أولاق القرن العشرين أعتقد 1902 وزار التواقف اليهودية كلها مكلمهم عن الحلم بالدولة وتكوين إسرائيل وخرج بانتباع كتبوا بعد كده في مذكراته ونشروا برا إن المصريين دول مش نفعين وإن اليهود بتاعهم زيهم زي الأباط وزيهم زي المسلمين عادين طول النهار يصلوا في الجوامع والكنيس ويعملوا موالد فقال لك إن الناس دول مش نفعين خالص وما فيش غير واحد أو اثنين اللي ممكن يفهموا منهم مصيري وكاسترو لما ابتدى الموضوع يبقى جد وقا تكوين دولة إسرائيل وكذا الناس اللي كانوا خايفين قوي اللي هما كبار الأغنياء حرفوا إن تكوين دولة إسرائيل هي نهاية الطبقة الأسمالية اليهودية في مصر إن الموضوع هيحصل فيه كونفلكت سياسي بالتأكيد بين المصريين وبين الدولة النشأة وهم هيتضغطوا في الوسط وعلشان كده الربطة وقطوي باشا بالذات وولاده كانوا عاملين كامبين جامل جدا ضد الاشتراك في السرائيل لو رجعنا بالثقافة دور اليهود في الثقافة المصرية هنجد إنه كان محوري ومفصلي يعني المصرح المصري ما يمكن أن يطلق عليه مسرح مصري مش مجرد ترجمة لبعض المصرحيات أو الأوبريتات من الخارج وتمثيلها هنا في مصر لا كتابة مسرح مصري كانت على إيد يعقوب صنوع يعقوب صنوع ابن الأسرة الشامية اللي استقرت في مصر وتوطنت في مصر وولد هو في مصر في 1839 تقريبا وكان مرح وذكي ولبق وبدأ يكتب ويصدر صحف يعني أصدر العديد من الصحف النقدية والفكاهية وأسس ما يسمى بالمصرح المصري لدرجة إنه الخديوة السماعين كان أطلق عليه موليير مصر في الموسيقى داود حسني يهودي في الفن السينما مزراحي وعائلة مزراحي كلها كانت بتعمل في مجال السينما ومزراحي عمل أول من أدرك أن السينما صناعة يعني وكان لهم أقولها شهيرة لا ساستطيع أن ترى السينما مجانا لا كمنتج للسينما ولا كجمهور للسينما علينا أن نحن نتعامل معها باعتبرها صناعة ندخل آلات سينماية جيدة نوجد دور عرض جيدة فتح أكتر من عشر دور سينما في ربوع مصر طبعا عيلة مراد اللي هي عيلة مردخال ابراهيم زاكي مراد وابنتي ليلة وساميحة وابنه مونير مراف هذه العيلة في نظر فاعتقادي عملت إسهام رائع في الفن المصري يعني زاكي مراد من أهم العازفين وأهم المؤلفين الموسيقيين في مصر ليلة مراد علامة في تاريخ الغناء المصري وفي تاريخ السينما المصرية برقتها وصوتها العزب الجميل اللي كان بينافس صوت أم كل صوت مونير مراد هذا الكوميديان الرائع أولا الملحن اللي عمل إن عاش للموسيقى للموسيقى الغنائية المصرية جعلت الأغنية غير مملة وغير مكررة وغير رتيبة يعني ساهم في خلق ثقافة موسيقية من نوع جديد أحد المرسلين الصحفيين المصريين في سوريا نقل إشاعة خبر خاطئ مفادوا أنه الدولة في سوريا والجمهور والدور السينما قررت مقاطعة أفلام ليلى مراد وأغانيها لأنها تبرعت بخمسين ألف جنيه لإسرائيل للمجهود الحربي في إسرائيل طبعا هذا غير صحيح على الإطلاق وجن جن ليلة مراد ليس لأنه هتقاطع أفلامها يعني شركة بهنة فيلم وغيرها من الشركات اللي بتتفوج الأفلامها آه قلقوا على الإيرادات لأنه أكيد الجمهور هيقاطع ليلة مراد وأغانيها وأفلامها لو ثبت أن هي فعلا تبرعت الإسرائيل لكن ليلة مراد لم تكن تنظر لهذا ليلة مراد كانت تنظر لمصريتها أنها لا يمكن تعمل حاجة زي كده وكتب الجواب الشديد الأهمية والوضوح لمحمد نجيب وأنكرت هذا تماما وتحققت المخابرات العسكرية المصرية وغرف الصناعة السينما وكل الأجهزة بدأت تبحث في هذه المسألة وتأكدت من أنه ما قيل ليس صحيحا 1935 كانت سنة فاصلة لأن في السنة دي المستعمرات اليهودية ابتدوا بقى يتسلحوا تسلح جامد وابتدوا يهجموا الفلسطينيين العزل وابتدوا ياخدوا أراضي بالعافية ويموتوا ناس ويعملوا مشاكل ضخمة جدا فحصلت السورة الفلسطينية الضخمة في فلسطين احتجاجا على اللي بيحصل في فلسطين وانتخلت الحكاية دي إلى مصر المظاهرات اللي حصلت في فلسطين حصل المظاهرات في مصر زيها بالظبط ضد الكيان الصهيوني أو ضد المنظمات والحاجات الأبهبية اللي هناك وأول مهما بقى يحصل جوه عدائي ضد الصهيونية وعلى خفيف كده ضد اليهود عموما الحركة الفاشية لما نشأت أفزعت اليهود ولو بالذات لما جاء النازي وبدأ التحالف النازي الفاشي وبدأ الحديث عن اليهود وكذا فزيع المجتمع اليهودي وبدأ تنشأ جماعيات يسارية لكن ما أسسوش منظمات يهودية خاصة بيهم وإنما أبدأ يؤسسه منظمات ليبرالية تنويرية تدعو للتسامح بين الأطراف معادية للنازي أول ما انضمت للحركة الشوائية حدتوا إيه كأساس من شغلنا إيه مكافة الصهيوني ودي حاجة طبعا إيه ويمكن محدش إيه ميسدىها دلوقتي كان فيه تعاوض الحركة الصهينية كانت بتقول اليهود يتركوا مصر ويسابوا إلى فلسطين الشوائين كانوا بيقولوا لا اليهود يستمروا في مصر إلى جانب الحركة الوطنية أنا اسمي نولا درويش مواطنة مصرية من أب وأم من أصول يهودية أسلموا سنة سبعة واربعين على ما أعتقد والدي كان راجل مندرج في العمل السياسي العام وكان له أساسا هو كان محامي وكان له أساسا نشاط في منصرة الطبقة العاملة المصرية واعتبر أنه علشان يقدر يقوم بهذا النشاط وعشان الناس تقرب منه وتقتنع به كان يفضل أنه يبقى مثل عموم الناس في مصر مسلم أخوي كان مولود وبحكم أنه كان سهير فبقى تلقائيا تحول تلقائيا إلى أنه بقى مسلم بس بعد هذا هو سافر من مصر هاجر إلى سويسرا وأعتقد كرد فاعل تجاه أبوه ارتد إلى اليهودية يوسف درويش لم ينقطع عن الدفاع عن الطبقة العاملة المصرية ولم يكن يقبل أجرا كان في معظم مرافعاته وقضاياه اللي بيدافع فيها عن العمال المصريين كان يترافع مجانا وأحيانا يدفع تمن التوكيلات أحيانا بيدعم عائلاتهم والدي فعلا كان مناهض للصهيونية وظل مناهض للصهيونية حتى نهاية حياته ولكن هو كان بيخشى كثيرا من الخلق ما بين اليهودية والصهيونية لأن اليهودية دين والصهيونية هي فكر سياسي وهو حاول طبعا أنه يقوم بالترويج ضد الصهيونية هنا في مصر واثنين آخرين من أصول يهودية هم أحمد صادق سعد اللي أسلم أيضا وريمون دويك طلب إليهم أنه إذا عايزين تشتغلوا وسط المصريين لازم تسلموا وأسلموا إلا ريمون برداش سرتال بقى صادق سعد أعملوا نشاط قوي جدا مدارس لمحول أمية مدارس لتسقيف العمال بواجباتهم النقابية واسسوا تجمعات النقابية سارة قبلته سابقال سعيد سابقال ألي أقيم سابقال سافل وأثناء أورد سابقال لأنتين سابقال فقد حدق أليم سابقال جود سابقال سابقال وأiono وقد الأجب ما موسيقى جهدنا في هيؤوليس جهدت على الشياراتكورب tune ويجمع ملابساً انساني منظمت الافترة ومن أسنى مزددًا من البداية ويجب أنني بأسرى من جميع عامل وقليل من أترى مفيد من أجراء صديقات ويجب أن أبدا فأنتها بأسرى وأحراني أحدهم يجب أن أجراء مجردًا ويجب أن أحضر ويجب أن يكون أماما ترجمة نانسي قنقر وفي ذلك يعتقد أن في العنبوز، في removed سنة في المترجم للمغازل ملحاولة وحبتيت بها معهم، خاص بعتبر بالمذارات المجاربات ديجابة بلي Samuel في حالة ذلك، ون، بنا لمدة أرداء في موانا مت trampوين، تقن من أننا رائدنا ان تقانب عن التخابق على الوقت البعض، فتح كان أننا أقليد كلما، طبعاً مات المعارضة أمسكي لإنك تطورها أنا أسمها أعجب أطفالتك أتمنى أجل أن أصدقاء فيها المدينة في بسرعة موقفينة أولاً لديك في العدد من أساس أصدقاء لديك الكثير من المتكتبات لديك الكثير من المتكتبات مقابلين من المتكتبات أصدقاء في بعض الأساس وأيضاً كنت أصدقاء كما بيليغت، كما تشعر في الارب إرسالي في الارب. هذا يسمحني كثيرا بيضاء ورقائي أكثر، ويعتقد أنني افتح بيضاء في الارب الأفرق، لأنني أجمع بيضاء فيها قبل أن تلك مخصصة ألفان. ، ويجعلني كنت في عائل، من المساء في العائل، ومعي صديق وعائل، نحن نشتع لهم بحيانة وبالتعالي. ولكن يملكون أمامنا بحيانة وشكرة في الوحيد من الوحيدة ومع الوحيدة. ومن الموقع وقال لها المدينة فيه ومقل موقعنا. لم يتسلح أكثر من أكثر من قطعاً سواء. ؟ نمس طالب من الخير لم يكن له المقتدسات. بالطبع بحرادة بالرعلوم. لكن لم يجب أن أماكن للمعاسترة على معرفة الجزاعة منذ الكثير للمية في الصغارة. لأنني أجل قوم بتعايترين والبعروب ايجيبتيا، يمتعه في المتصاري في حيث وزيارة وزيارة في الحيوانة في الحيوانة فهو لماذا كنت مستمر أعرفيه هو المقامل الذي كان مجمع وهو من جيد الموضوع الذي يمعينها الذي يمعينه الذي يمعينه يترحبت أمي بي وفي الأخير من المنزل وفي الأخير من أجل لقد عمت بيقانة دنسان لذلك ليس لديك الكثير من المنزل لديك الكثير من المنزل وفي أجل كنت أتركه في صدق في صدق عبدالحليم حافظ كانت طائرة فايرouز شادية وفي أدنسيس وفي أساميه أغمال من أحبهم لا أحبهم هذا ليس ممكن ولكن ليس أحبهم كالسوم كانت كبيرا الدولة دي ونشأت بقى حركات صهيونية مختلفة في الوقت ده قوية وابتدى البوليسي بقى عنده فكرة عنها وابتدت الجماعات دي تلم تبرعات لإسرائيل ابتدى الهجرة بقى للناس اللي مؤمنين بفكرة الصهيونية بشدة هما دول أول ناس هاجوا ومعظمهم كانوا من الشباب 47 بقى حصل التقسيم فلسطين الأولاني وكان فيه صورة غاضبة ضخمة جدا وكان بيحمل لوقها مجموعتين المجموعة الأكثر تطرفا هي جماعة الإخوان المسلمين والمجموعة التانية اللي هي مصر الفتاة بدأ عداء الإخوان المسلمين اليهود في الاشتعال في 3 نوفمبر 45 على خلفية الصراع الفلسطيني السهيني حيث خطب المرشد حسن البنة في الألاف من أعضاء الجماعة بميدان عبدين لتتوجه مجموعات منهم في مسيرة لحارة اليهود ليهجموا المحلات والمعابد وامتد الشغب لليوم التالي حيث هجموا بعض المناطق الأوروبية الطابع في القاهرة والأسكندرية كما ذكر المؤرخ جوالبنين في كتابه شتات اليهود المصرية ولكن الحداث الأكبر والأبرز في هذه الفترة هي تفجيرات حارة اليهود في يونيو سبعة أربعين وحرق المحلات الكبرى المملوكة لليهود التي تلت ذلك هو اليهود في كل بقاء الأرض شعب مشتت بقولوا إحنا في شتات في كل بقاء الأرض مش هما أصحاب الأرض لا بيعتبر نفسهم منهم ضيوف أنهم أنهم ضيوف بس لما بيعودوا في حتة زي سرطان خلاص طلعوا من مصر بالعافية حارة اليهود مخصصة لهم هما بس وكانت المسكة العصب بتاع الاختصاد في المصر كلها كان علاقتي بالإخبان كويشة يعني يعني كان في صدقة بيني وبين مهدي عاكف يعني موشد السابخ للإخوان المسلمين يعني إحنا عادنا لما كنا في سجن الوحاية كنا بنعجل العيش بتاع السجن كله إحنا اللي فيه يعني مش كلهم بس أغنبيتهم كده الموقف من القضية الفلسطينية إنه فيه إحنا ضد اليهود الإخوان ومصر الفتاة ركّزوا نضالهم بالداخل، ليس ضد الاحتلال ولا ضد الأسر الملكي ولكن ضد اليهود المصريين المقيمين في مصر فالاتهام إيه، إنتوا يهود إيه، إنتوا إيه انتوا واقفين مع إسرائيل يعني هما كانوا معتبرين ان الناس دول خوانا وان الناس دول بيتبرعوا لإسرائيل وبيبنوا إسرائيل وبالتالي المفروض ان احنا نحرب بقار الجامعة روية كان مكان دلوقتي الجراش البستان وزارة الداخلية طلعت قرار بطارد كل اليهود اللي كانوا ساكلين في شرع يوسف الجندية وشرع البستان من منازلهم علشان ما يكونوش جانب الجامعة ساكلين جامعة العربية طبعا ان ايه حصلت تدخل احتجاج من الدول اللاجنبية فرجعوهم بدأ الفتنة الفتنة بايه من اليهود خلوا كله ضرفوا بعضوا الانجليز هما اللي بيحموهم هما اللي غارسينهم في وسطنا وهم الملكين مصر فهم اللي حكاية اخوش ايه قاتل ايه اللي بقاتل ايه اللي بشارك فيو اليهود بالاصل فيها انت بدافع النفس البعض على المساعدة من أجل الجهدية لكنني لا أتتتكلم عن الكثير من المصابقة في المرحلة السنوات الأمور وفي الوصول الطفلة المتحدة وفي الشيخ المتحدة على كل الحرامات المتحدة ويقبت بإطاءة المكافرات السنية سنكرة أعلمني أنني أخبرت أنني أناك صحيح في رفعات موضوع وفي ارتكالي سنكسر من الخلافري من الخلال�نا، 50 شخص من اللكمام يعانون الع pmわ قد رابر س وقتها80 عامات لبسضل INmanuel نحن للقل سمين الكثير من المكان من أطلال الضوء تدوي صفوا أمورهم تدريجيا على 53 كانوا كل كبار أغنياء مصر صفوا أعمالهم بالكامل في مصر لم تسر العلاقات والغضب والتوتر إلا بعد حرب 48 واضطرار بعض اليهود إلى الخروج من مصر ولما خرجوا من مصر ما رحوش إسرائيل أغلبية اليهود اللي كانوا في مصر ما رحوش إسرائيل إنما راحوا في فرنسا وإيطاليا وإيسبانيا وابتدوا ينقلوا البيزنس بتاعهم لحيطة مختلفة فيه ناس نقلوا أستواليا في شيكويل مثلا نقل في أفريقيا عمل بيزنس كبير جدا في وسط أفريقيا وجنوب أفريقيا يعني كل واحد شاف له سكة بس كل السكر دي مفهومش واحدة منهم إسرائيل يعني أغنياء يهود مصر ما نهومش أي علاقة ولا عمرها موحل إسرائيل ولا كده ولا بعد كده لأن إسرائيل كان دولة فقيرة الحياة فيها صعبة جدا المهاجرين الجدد بيناموا في عشرة صفيح وبيشتغلوا شغل فزيعة وبيأكلوا أكل متواضع جدا لم يكن هناك أعلمات بخروقهم لأنهم نفسهم حشوا أنه في حرب بين العربي واليهود يعني أتخوفوا من أن تتخذ دوم إغراعات أmile ما تضحين جدا كنتو منتقبه فورانيو أنت تعليمون كانت أمليات المصاورة يسألون أنت لماذا هكذا لماذا أقد أنك يا ذي أسفقوك كنتي خرجت أنه تذكر نقوم بمتقبها لكن إلينا لم يجعلني الانديو أخريت أبدأ فقد أنني أريدون قلم أخريتك أنني مضيق さه wir سرعة بإجته في أمان فعلنا أسمحنا أصطعاً منذ المجموعة المنزلكي. أليس يجب أنوا أصطعاً من Kelvin يسمونه بحراءهم حيث ستينيوه وأصطلاً أصطعاً فهم يضعوا إذنه أصطعاً من خبر وحدي ذكر كيف ستعاني يجب أنه سيارات المنزل في حال الشيئ أهمنا ثم إحتجاً ونريد أننا نزرق كرديتاً في زنن كامر رؤيت في إجيبت لم تكن لدي تحصلك كل شعب في الإجواء النوارج ك мне أشعر أنك بشيء المسجد فمه عندما ت abrasكتها فن تحسسس من الأفضل إذاً يتحسس من الأفضل كلمن يتحسس من الأفضل في تطهير الجيش أما عن المسائل الأخرى الخاصة بشؤون الحكم فنحن لا غرض لنا سوى مصلحة البلاد محمد نجيب باعتباره كان قائد عام القوات المسلحة والوكه الأكثر بروزا في مجموعة الضباط الأحرار وأكثرهم حكمة تعامل مع اليهود المصريين بلطف شديد جدا ودون ما تفرقها بالعكس كان بيحاول أنه يثبت دائما وهو يعلم أن أنظار العالم كلها موجهة ليه أو أنظار الغرب موجهة ليه عشان يشوفه هو يعمل في الأضايا الشائكة زي الأضاية اليهود المصريين المحمد نجيب من أبو لزيارات بتاعته راحل يزور الجالية اليهودية راحل معه بدره وحتى أكبر الشيخ باكوري اللي كان في اللزاع المصرية اللي كان شتب في الدين اليهودي أكبر من الاحتضار في أحد الأيام المقدسة أو الأعياد اليهودية أنه احترق الفرن والمخزون بتاع الدقيق اللي بيعملوا منه الكوشر اللي هو الطعام الديني اليهود طعام الصيام وكان بيثورد من الخارج فأصر محمد نجيب على أنه الدولة تقوم بدور استثنائي في أنها تستورد هذا الدقيق واعتبر أنه ده لازم لأداء شعيرة دينية مش موقف سياسي وبالتالي هذا التعبير شعيرة دينية مراعاة شعار دينية لليهود تعني مراعاة شعار دينية للأقبار تعني مراعاة شعار دينية للمسلمين احتهد أبابكم أحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء وبعيد الحرية بعيد العزة وبعيد الكرامة فليبخى كلهم في مكانه أيها الرجال فليبخى كلهم في مكانه أيها الرجال فليبخى كلهم في مكانه بعد الإطاحة بن نجيب في 54 في المعركة الشعيرة بينه بين مجموعة عبد الناصر والإطاحة أيضا بالإخوان المسلمين في 54 بعد عملية محاولة اختيال عبد الناصر في المنشاة في اسكندرية جلس عبد الناصر واستتب له الأمر قعد وربع وبدأ يدير أموره بشكل مختلف عن اللي كان بيديره ناجيه في هذه الفترة كانت لازالت علاقة بالولايات المتحدة جيدة بالولايات المتحدة تركت أجنحة الدباط تصفي بعدها طالما أن هذا لن يعود عليها بالضرر وأيضا بالعكس يعني ضربة العبد الناصر لوجهة الإخوان المسلمين ربما أسعدت إلى حد ما الولايات المتحدة ده أساء إسرائيل فعلية وبدأت تدبر للوقيع ما بين عبد الناصر والأمريكان فاستطعت عن طريق أحد عملائها في مصر وماكس بينت أن هي تجند مجموعة من الشباب الأرعن يعني وفعلا ما عندهمش أي خبرة مخابراتية ولا تجسسية ولا تخريبية يعني هم عملوا كم عملية في اسكندرية عملية في سينما عملية في مركز تجاري في ملحقية ثقافية لكن لم تحدث حالة وفاة واحدة وسقطت المجموعة نتيجة سهوة أحد العناصر أنه كان حاطت المتفجرات في جيبه فاشتعلت فتم القبض عليه فكان فيه سقطات كثيرة في العملية لدرجة أنه تم تحملها لشخص واحد اللي هو بن حاس لفون وباعتبار أنه ده كان خطأ منه ده عمل قلق شديد جدا 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 أولا بين الزباط الثورة والنظام الحاكم في الوقت ده وبين الشعب كمان يعني ابتدى قلق شديد جدا أن كل يهودي ممكن يبقى جسوس عملية سوزانا ده الاسم الحركي العملية في الأوراق الإسرائيلية في الملفات المخابرات الإسرائيلية وسميت فيما بعد في ضيحة لفون وتم التحقيق فيها وصدر فيها قرار بإعدام اتنين اللي هو موشي مارزو وصامويل عزار هذه المجموعة الصغيرة لما قبض عليهم حرص عبد الناصر على أنه الخطاب السياسي يميز ما بين اليهود والصهاينة يعني كان بيقول نحن قبضنا على مجموعة من الجواسيس بتعمل صالح إسرائيل بتخرب في المنشآت ولكن لا تعني لهذا لا يعني إطلاقا أننا على عداء مع اليهود المصريين إسرائيل استخدمت المسألة ضد عبد الناصر أنه عبد الناصر له ميون نازية وبدأت التقرير تتوافد على صحافة الغربية أنه مجموعة الضباط اللي بيحكموا بيركبوا عربيات عليها على متصريب المعقوف وأنه مرسلني أنه إحدى المتهمات أثناء وجودها في المستشفى بعد محاولة الانتحار لقيت ممرضة ألمانية لها ميون نازية يعني صيغت حكايات ونسجت أساطير حول العملية من كل طرف طرف عبد الناصر بيقول أنه المسألة لم يكن الهدف منها هو ضرب اليهود المصريين وقالي إسرائيل بتقول أن عبد الناصر أعرب وكشف عن ميونه النازية باسم العم رئيس الجمهورية بادة واحد تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية في ستة وخمسين الطمع الكبرى ستة وخمسين إسرائيل تخطط ثانية بالتحالف مع أنجلترا وفرنسا وبيعملوا عمليات الإنزال والهجوم الثلاثي على أبو السعيد وعلى مصر في سنة ستة وخمسين سنة ستة وخمسين في زابط جي وخبط على الباب وحاول يهدد والدي بالطرد من الشقة اللي كنا ساكنين فيها ووالدي بهدله وقال له أنا مصري أكتر منك وأنا أساسا مسلم وكده لكن يعني كان مرفوض هذا الموقف لكن أنا شفت في العمارة اللي كنا ساكنين فيها وكان فيها يهود كتير موجودين هناك في هذه الفترة صاحب العمارة وكان بيترودهم يعني كان بمبادرة منه كان العمال بيترودهم في الشارع ويعني كانت مهازل في هذه الفترة في ستة وخمسين لما حصل العدمان السولياتي كنا في سجل الوحاة طبعا سمعنا العدمان السولياتي وإيه تطوعنا كلنا الشيوعين وقلنا إيه عاوزين إيه نطلع ونوهل المشترك في المقاومة في القنال وكانوا عاملين فصيلة وقائد قائد ومساعدين وحاجة ضريفة إن واحد من المساعدين اللي كان إيه كان روبير اللي أنا قابلته في باريس روبير نسبان كان واحد من المداربين علشان كان في الخمسينات كان حضر معسكر بتاع مقاومة الإخوان إيه بعضهم مبسوطين إن عبد الناصر إيه خاد علقة الخروجي الكبير الكبير بقى كان سنة 56 من أكتوبة من أكتوبة 56 إلى فبراير 57 لأربعة عشر دون شاهد بقى خروج الطبقة الوسطى والطبقة الصغرى من وفقراء اليهود الطبقة الوسطى اضطرت تخرج من مصر في غدون أسابيع أول شقيق وفقراء أعطيت المداربين وفقراء هم كذلك أعطيتنا بقى أنا قراءة أعطيتنا وفي أحو استجد أين لم يكمن بوصول لأنني أعلم السمكين كذلك ل ليه للقاء والحنغ لليه البيضانيال كانت قاله تأتي بعد انزالان ويله يديد ممتزوج كذلك كانت وكذلك أنه أنه لا نهانا من وليس من الكلام. لذا كانت نحن لم نصنع المقبل الأسجن من التقالي من أجل المهدين المسلمين. لكن لا أتفكر في ذلك. وأنا قد أن أجل المسلمين في 1956. عمي الكبير اتقبض عليه في 56 ضمن مئات اليهود اللي اتقبض عليهم وقت حرب 56 هو النظام في الوقت ده بعد 56 كان خايف جدا ومزعور جدا بعد الهجوم من انجلتيا وفرنسا واسرائيل خايف ان دول كلهم يبقوا يعني شوكة في قلب الوطن والن دول ممكن يبقوا جارسيس ممكن يدوره وكان هو نظام امني بدرجة بالدرجة الاولى فكان بالنسبة له صعب قوي انه يسمح من الناس دي تفضل مستمري كان فيه هوجة عامة والناس بتهاجر يهود كتير كانوا بيهاجروا من مصر لكن الملفت للنظر ان ما فيش طرف من الطرفين هجر الى اسرائيل محدش قالول اخر انما كان فيه ضغط نفسي فظيع جدا بعد عدوان 56 واشتبك اسرائيل فيه من الصحف والازعات وكل حاجة بحس ان اليهود المصريين كانوا حاسين هما ان هما ملامين بهذا العدوان ومسؤولين جزئيا منه وهمما ماتشين وهمما ماتشين وهمما ماتشين وهمما ماتشين وهمما ماتشين أنت تركناي ذلك إلى الوقت في القرار المستقبل. الفيديو الذي تجعل هي المطاعة التي نجدها إلى الوزن في الرغم على أكل رغم في إسرائيل وقبراً لكما كانت أحسن بالقرار المستقبل وفعل بنات منع قبل مرحباً مرحباً لن أعضب الجزئيلي ثالثاني بعدها لن أعضب الجزئيلي لن أعضب الجزئيلي في ليس في سجن مصر ون أعضب الجزئيلي الطالب أكتوني أماماً منذ ذلك أنت تعاليد منذ تابعين منذ أنه، منذ سنوات وائماً ما الآخر ستعدل في أَلَكْسَنْدْلِي لكن الحل ذلك لقد نب الكود في المنزل في المنزل صحت ميز بشكل قصر أنها كان بزمجرية يحبط على منزل الكتير حينما نجل ذكرهم إلى المنزل ومن طلبة قناة نشارك فرصة لا تريدين بصدر أنها عليك وغلية على تجربينها والإجيط نزيله لنا نارونا. كين جميل. نحن نسلتهم بإجيطاتنا المصاروية . كما تلقضي للحصول لهم لدينا المصاروية ويكون لدينا المصاروية التي لا يوجد أغنسييه . كل شيئا . لدينا أصالحة المصاروية . فتوكوبي ويوجد أن أكون إيجبسي ويوجد المستخ رسمي داتي من 1962 عندما أذهب إلى إيجبت ويوجد أن أكون إيجبسي فأيوم قمت بطاق أخذوني وعطوني على المركب وشلوا لي رسمياً الجنسية المصرية مضوا الناس على أكرار بالتنازل على الجنسية لكن كان غير قانوني بعد 16 كانوا بيطلعوا القرار بصحب الجنسية بسبب غياب عن الأراضي المصرية أكثر من 16 بدون إذن من السلطات أول ما وصلت لفرنسا عبدالهم قضي عندو حق بسجن عايزو بس ميداش حم عيدوش حق إن شلي جنسية 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 ما كان جنسية 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 لفرنسية جنسية 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 أكثر جنسية 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 كما أحدث التجنسية جنسية 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 الجنسية منologies استخ게ت المسو shorter ف ways we could block. بسبب ان سويس اذا كانت وجنسية جنسية جنسية جمعت من استخтя Brittانيك ولكن لقد أخبره أنه لقد أخبره بسبب دياناتاك للإسرائيلية لا يوجد أفضل 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 لقد أخبره أنه لقد أخبره أنه لقد أخبره وكثير منهم كانوا ضد العدوان السليسي وكثير منهم كانوا يساعدهم في مذكارات ساوات حكاشة مكتوب أنه هنري كورييل استطاع أن يحسن على خطة العدوان السلاسي قبل ما تحصل وقابل سارة عكاشة كان الملحق العسكري وهو خد الخطة دي وسافر مص وقابل الجمالة المصر مستعجله وقابله وده له الخطة وهو جاب الناس اللي هما خبراء يعني وقالوله لا الخطة دي مش ممكن دي حاجة متخيالة ومن أكثر شخصيات الحركة الشوعية المصرية إزارة للجبل هنري كورييل الذي ولد في مصر عام 1914 لأب أريستقراطي يدعى دانيال كورييل وكان هنري ناشطا في عدد من المنظمات المناهضة لفاشية ومن أوائل من عملوا على تمصير الحركة الشوعية المصرية أسس في 43 الحركة المصرية للتحرر الوطني التي تحولت لاحقا للحركة الديمقراطية للتحرر الوطني حددته نفي عن مصر عام 1950 بحجة أنه لا يحمل الجنسين المصرية والواقع أنه كان بسبب نشاطه الشيوعي ومناصرته لحركة الاستقلال المصري أنري كورييل كان هو سكرتير الحركة المصرية للتحرر الوطني وهيليل شفارتس كان سكرتير إسكرا إسكرا عن الشرارة لكن التحدي بعد كده في الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني وهو كان يملك مكتب اسمه مكتب ترومب أو الميدان في ميدان مصطفى قامل عليه حتى هنري كورييل اللي طرد من مصر ورح أقام في فرنسا لم ينسى إطلاق أنه هو مصري وكان يناضل دائما من أجل الأضايا الوطنية العربية مش بس المصرية فقط اسم المجموعة بتاعته اسمي كودي هو مجموعة روما ومجموعة روما كانت مجموعة من اليهود المصريين اللي مقيمين في باريس واللي كانوا على علاقة بحدته فقط أن سنعب في الإيجابي. سنعب بالمبطأ لدينا جامعة. سنعب very well. وسنريدت أجاء في التحقيق بيننا السنة المؤونين وسقط لقد كانت بخير. وسنعي بأنطرق متفق أيضاً. سنعب بحكم مجددًا من الواجب، سنة أو سنة ، أصدقائ، كنت دائمًا ويتجوا بكات الأحجاب مع شديل وقضية المنزولة مجدًا لكم برنام الأعلى. البدا، كانت مجتمع مطلعاً ومواناً حصل للسرعة من المنسية من منزل مجتمع ذلك ليس معددسة مقاً وليس يخبرنا كلّي، وقاموا فضل مجتمع، ومجتمع من القليل، يقولون، وليس يخبرنا فلقاً، لدينا المجتمع، ويقولون، وليس ينجل، ويقولون، ويقولون، لسالك مجتمع امجتمع كما هو من أميس. هذا أمان كان أماني قرية ومن أماني قرية يتصبح مجموعة من أميس وممي لا يتحدث في المساعدة ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك حالة المساعدة لأنه من 30 سنة فالن غرش كان يصبح مجموعة من أميس كي يدعى أنه وقت 30 سنواته وتعالي و شفرته كذلك اخرى و كمه holders تلعبه بحقه ليس كيف قلت معه و تمت معه و و ينفعه في على شرقه و ينعه بحقه أولاً وقت meري في سارة و أولاً وقت رأسينا للجلس و أولاً وقت رأسينا بالطبع و بعد ذلك صنعت عندما أطلقه في سارة ترجطي البعض لكنني أردت أني لم يفعل كأنه مدي ومن هناك في الع المعارض في عام 76 ولكن كان لديه محفظة مع العصارية وجلسل كان يسمى ذهب جزال الصعودية كما تكون معاً ولكنه كان لديه محفظة معاجرة لديه محفظة معاً الآن سيكون أولادها للأساسان وهذه المترجمات في المترجمات ومن يجب أن يكون فيها بها مجرد من ذلك فقط فهو أولاً أولاً يقولون بها بعد ستة وخمسين بدأ يساعد حركة التحرور الوطنية الجزائري وبدأ عمل سياسي أكثر على الجزائر وبدأ على تضمم مع المنظمات التحرور الوطنية بس كان هناك علاقة خاصة في ستة وخمسين، ها أدام لأبد المصر كحيفة البحرين السيئرانية نحن بحجميل إخدام الوطنية الآن نحن بحجميل إخدام الوطنية جميعاً بسبب الناسيس يتطرق إلى شخص كان عائزير جعماس وكان ما كانش في إمكانية الأسباب كيشير أولا أننا نحودي بأنها كانت مشكلة مهمة كان أتشاهعني علىérique من داخل المحركات الشعائية وعندما كان لديه مجموعة من أجيبتين إنه كان مجموعة تقليدي ولكن في نفس الوقت هو فهم أهمية القضية الوطنية من القليلين من الشيوعين اللي فهم ده ده أحد الأسباب اللي هو أيضا التحرر الوطني الجزائري فهم أن القضية الأساسية للشعب المصري هو التحرر الوطني المنزل الذي كانت بأبوه أعطى هديه للسفارة الجزائري لأنه كان يملك مع تحرر الجزائر تحرر الجزائر ضد الأساسية للشعب المصري أحد الأهمية الأساسية أحد الأساسية التي لم يكن أفضل أن يكون في أجيبتين كانت جميلة مكتبتين لكنه يجب أن يكون في أجيبتين كانت الإنساء كم يرحب إليها من تحرقى إلى السرنين هذه المنزلة التي يعexistت في زودة تحرير داخله فيه أحيان أن يجب أن يهون يجب أن نقوم على القدرات تحرق وعندما يجب أن نول lutى كانت لمساوا بإجابتين ولكن أفصل على الفيزة لحظة في الفرن. ثم أصدقاء من أفضلها لحظة المنزل لعقائن الأنغارية. هناك وشاركت بالميقف جمع الخالد منه؟ مع سروة أكاشا ورم أحمد أمروش ذهبو كثير من الأنغارية تضعوا فيها وفيها وفيها تقريبا في الأبيض. نساء قال نساء وكانت شخصاً حصلت على العمل إلى مكاننات إسرائيل المترجمات ومن المترجمات لأجلسة إسرائيل المترجمات ولكن المطابقة إسرائيل المترجمات لنهتقل تحديد المترجمات والعائد من المصريين الذين يتم منزلوا في مصر ويكبت لفرنسااً منهم على سبيل ميسال إيريك رولو أصدت أن كان موقف واضح من هذا أن بناء إسرائيل معنتها جيته جديد وكان بيقول حاجة تادية يعني لما نكلم مين هم اليهود صعب قوي تقول مين هم يعني هو الديني ويهودي في كتير يعني اليهودين ما بيحسوا يعني ما لهم علاقة مع الدين أو هي ثكافة بأي ثكافة ثكافة اليهود في المغرب أو ثكافة اليهود في بولن كان كوريال كمان على علاقة وسيقة جدا بمنظم التحرير الفلسطيني وهذا هو الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون وأنه كان يمول نشاط عصام السرطان 4 مايو 1978 شارع رولان بالقرب من الحي اللاتيني باريس يتعرض هنري كوريال للاختيال أمام منزله لتنهي رصاصة غادرة حياة مليئة بالنضال ضد النظم الاستعمارية في العالم أجمع مما جعله متعدد العدوات ولتصبح بالتالي هوية من اختاله مجهولة حتى يومنا هذا حتى الآن ما عندناش الحية معلوبات ممكن أكيدة ممكن نقول منظمة سوليداريتي كان تأييد لحركات التحرير الوطني في 1978 كانت خلاص يعني يعني معظم البلدان كانت تحررت باستثناء أفريكا الجنوبية وأفريكا الجنوبية كان هنري بيلعب دور مهم لتأييد أفريكا الناشنال كونغرس منظمة منديلا وكان بيلعب دور مهم في هذا الحرقة يكون فيها مش بس سوداء أسود بس داس أبيض وده كان خلق مشاكل مع أفريكا الجنوبية وإحنا عارفين إن مخابرات أفريكا الجنوبية قتلت كثير من الناس يعني خارج أفريكا الجنوبية ممكن نقول كمان إن في هذا الوقت طبعا كان في الحوار الإسرائيلي في الفلسطين ده في إمكانية ثانية لأن أبو نيدال لما قتل حد كان يقول إحنا قتلنا يعني كل مرة يعني قتلوا اسمه عيسى مصرطاوي أو أوه كان يقول إحنا قتله ده ما قالوش فأعظونا إذا فيه إمكانية يعني إذا فيه في هذا يعني مخابرات مع هذا القضية كانوا إسرائيليين واضح ثالثا الفرنسيين إن الفرنسيين قتلوا كسينة يعني كمشوار بممكن نقول للجزائريين يعني في هذا الوقت العلاقة بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية السيئة وإن قتل هنري كان رسالة للجزائرين موسيقى ثلاثة أربعة وستين طبعا لقيت الزوف يعني مختلفة خالص يعني تقريبا ما كانش فيه يهود الفضلين يعني معظم كانوا سافوه ولا عادي يعني عايشين على هامش المجتمع ما لقيتش مشارب كبير اسمه شحة هرون بذا فعن خق اليهود في الحياة يعني في مصر كأي مواطنين مصريين شحة هرون شخصية مصرية صرفة تعصره يطلع مصري تجيبه تعصره تاني يطلع مصري راحل شحة هرون المحام العظيم كان يعني نموذجي في وطنيته داخل السجر وكل القبض عليهم في هذه الفترة أدركوا كم هو هذا الإنسان الشديد الغير على شيء اسمه مصري اعتقل اعتقل كيهودي ودخل المعتقل أبو زعبل مع الصهينة ومن هناك بعت رسالة عنيفة جدا لعبد الناصر وانتهت بأنه أفرج عنه ولما جاء كامب ديفيد هو كان ضده كامب ديفيد وخد معانا معركة قوية ضد كامب ديفيد في يوم جاء بيجن علشان عايزي يصلي في المعبد اليهودي في شارع عدلي فراح شحة وما اندخل حتى هاجة وهتف بسقوط اسرائيل وسقوط الصيونية وسقوط كامب ديفيد ويرفض ان يصفعه لينقل له رسالة انه انا لا اقبل بوجود اسرائيل ولا اقبل بهذه المعاهدة وانا في الاول واخر مواطن مصري كان دايما يؤكد على مصريته انه مهما التهيد الا انه في النهاية لن يترك مصري ولن يغادر كان دايما لما واحد يهودي بيموت ما ينفعش اليهودي يدفن الا اذا صلى عليه حقام هو ترى قوصية انه مش عايز حقام من اسرائيل وبعته هاتو حقام من اي حتة تانية تكلمنا يوسف حزان وبعته حقام وصلوا عليه يعني انا حسيت ان فيه تفرقة ده كان من داخل الحركة شبين انه بالستة وخبسين لما ايه الشبين يبتدوا ايه يتقربوا بعبد المصر بعد ال اه يعني هو تنظيم الشيوعية بالتحديد يعني والحزب الشيوعي المصري طلع نظرية انه مش لازم يكون فيه يهود في الحركة الشيوعية بسبب ايه انتباع مصر للقومية العربية في تسعة وخمسين وفق النفوذ العنيف اللي كان موجود في الاغلبية في القيادة تحالف بين تنظيم الرايا وتنظيم طلعة العمال خدوا قرار بحل مجموعة روما وقطع الاتصال بها السبب الاول هو الرافض لكوريال بسبب ثاني بسبب ثاني انه كان مصدر قوة لحدتو كم بيبعت لهم فلوس احيانا كم بيبعت لهم أدوية للمعتقالين كم بيبعت لهم كتب مترجم هم بيترجموها ويطبعوها ويبعتوها حدتو dans les années 56 57 58 كانت تحالف بين تحالف اجيبتين بيطبعه Why ؟ این liters اجل 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 لا اجل اجل ارفو ارى ا尋 اجل 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 كنتهي الأعباء. لكننا إن شنتين من الأعباء. إن أهمي جدًا لها هيوجد أعادة الأعباء. لا يؤكد أن أعمل أفكرة جهسة. لديهم حمي جنونها. لديهم أعضلات طريقة بخير. لديهم جزاء جنونة. ولقدنا كنت أشتائي. إن شنتنا عطائنا لأدلاء. لقد كانت أخليسة اُمارتة فيه ، كيف تحفظ أفعل الأطفال أفضل الله كان الأشخاص لقد أحفر من إبعاني. لا أكثر مددًا. فعالتك فريقية كان لديك مددًا. إن أممتتتعين في أفضل الله ، المددس من أجلسة قلنا. وعن أصدق تتعلمون ، فهي أردد من أجلسة متحفة. إن أمام أمام أفضل الله ، وعن أقل الأجلسة بأن أخفاق. وهذا شخص جديد من أمور فرقائك مع معينة، مع رعبات، مع كل هذا وحديث، مع حياتي ومع ذلك ومن خلال حول جدًا إنني أصبحت مستشفى في المنزل في المنزل في المنزل فرقائي ويقالي سوفها واريهم لك وأبويا طبعا متجوز ولابس التربوش وكان لابس التربوش دايما وهنا كان عندنا بريفينج مع زباط المدرسة عندنا نمبر وان اسمه نادر محمد توفيق عز أصحابي وطبعا أنا فوشه وبعدين هوريكم الفاصل اللي احنا كنا فيه في الليسي فرانسي فرانكو ايجيبسين اللي مواغزة الليسي الحرية كنا ايه بيقولوا ولد على سبع بنات لكن احنا كنا ولد على سبعين بنت وكنا دائما نتكلم مع صديقي نادر ويقولي ازاي لو تسافر يجوز تروح في اسرائيل ويجوز تبقى في الجيش الاسرائيلي وانا هبقى كان عايز يخش الكلية العسكرية ما عرفش لو داخلي اعتقد ان ما تخدش كلية العسكرية وكنا بدي كلم وانا وطلو لا انت وانا هنروح الياما من هنروح هناك ايه اللي هي ودينا من ناحية اسرائيل حاولت ارجعتني مصر با كايت رفضو جس كونو جواو جواب ليسوا اللي اطلاح اليوم حاولي اتشارة انتظار مكتب pigeon با كنا استاذ يعني اشارة عملك ان صوت عكاشا عمل كله وخلوني ادخل ده شغل وراء بمعنى انك انت لو مقيم في اسرائيل وجاي بباسبور اسرائيلي تدخل براختك دولي لما خرجوا تنزلوا عن الجنسية المصرية وتعهدوا بعدم العودة الى مصر فالاسماء دي موجودة على الكمبيوتر كانت موجودة في دفاتر كده الوقت بقت موجودة على الكمبيوتر قرار غبي لكن موجود من من ايام عبد الناصر لما طبعا تلاعت امي كانت يعني كبيرة يعني كان عمرها في الواد ده 65 سنة بس في الواد ده كان يعتبر يعني سن متقدم وكان كانت تعبانة معزولة كانت عايزة تسافر 5 مصرحة تسافر سنديم ثشيرتكوه أفادوات لكنهم يعتبر حيث فقط حتى لو تتنزلوا عن الجنسية مرحب مرة أطرق أقرار السنة مرة أولاً عاماً به إنظراء في ذلك وليس استمع أنه عليك فقط يتذكر أنه كانemploy قد مرة الانه، وعليك ثمت في القرار، قد في رجوع في العالم وأيضاً أنني أخبرت مع أشهر إلى الانهور مرة أخبرت لكي أحضر لساة دارة وأخبر كأخبر أرسأل وضع على درجة الأكثر مطابعت لعدي أمتحكم للمحل فيها من سورة سورة إلى أطلقية أمتحكم معي جانبس البحرة لماذا أصدقام بسببار أطلقية كما أطلقية لاسبة للموجود أطلقية لا أعتقد أن هذا البحرة في المنزل لكن بالفعل أصدقاء لمدة وليس سركون طلق البحرة للمحل ترجمتلك مطلبة أن سألقتهم بها لأنني أسمت لليس محطا قا هي في نداخل دائع في مكان دائعنا كما في حصل ذلك وحسب كان Urbanقبات الخاص there من التالي كان من الاناتي جدًا فأخبر من الى والدمر فا أخبر من الناس يجب إنه من ذلك أرغب قد في التنحيق قد فيها من مصر قد شراب ولد حمان الخ المدرب السعود الأن أنت يحصل إليه أول مصلت لما أصبحت لها أوليسة للمسيينة وأوليسة فرنسية العلمية ورسلت بميوكي ونتنا أخذت إلى مدد من المدة إرهواني عبر الهوري ومن الملتبنة مستفعا ودفع وحسبت للمزيدة لها لقد لقد جمعتها في مددات المنزل أنت في مددات المزيدة ونحن نرى بطريقة الكثير ونحن لم أجدت أيضا وقف اله everytime اتصد Our Baez total الهاتفعت من موجه الهاتف لما كانت المفهولة بدون تخوض텐 و Hope Ouratur علمت للتنسى على ايها المروس الاست Host قد ثم نودي كف ونا اتصد giraffe المريق لست الكثور عليكم وأچ العديد دوما ثم أتذكر لتناني كما اما كنت أصدقائي، كنت أجدت معي المزولة في تقريبه. ليس هناك لن نتعرض لغاية. بعد مرة وقت من المزولة، أساسي لم يرغب ألقائي. ويذكر أن أصدقائي، اعتقد أنه في 7 أو 8 سنة. كان يومني يفتح أنه لو أنت سبحت لك من المزولة التي كان على مزولتك سنة مع في سنة الأكدوية ومن المزولة ويساني حدث كنت متفق بخير. وأنت جدت مرحوش جارة بخير، الذي كانت مقبولوهي. ويبدون مرتفقًا، لأنني أردت أنت فكرتهم بسيطة للمطران. وفي ذلك سنبت منطقه كل جديد. وأنت أعطينا نجد المستخدمين ، ويأتوني ما تفعله انتقال تتعالي؟ تتحب بمتلك للمطران ليس في المطران؟ ويأتوني الأسرار، وزير الداخلية في الوقت ده كان عبدالعظيم فاهمي كانت لعقرار يعتبر يهودي اللي كان ديانته يهودية قبل 15 مايو 1948 يعني لو واحد أسلم بعد التاريخ ده يعتبر برضو يهودي هذا هو due FDP في طبيعات المسلمة jungleًovan في اكمولrick مماشرة يعمل مارفهم وإِن في الوقت ده ي transportation في الأمر سنصرو في 2006 está معادي في صول برد براس تقعد وو باستف Eis infected قد يكون هذا مقبولة الفيني في مقبولة على أن نحسر مقبولة وكان جمع بشأنlijk الغمام العامل ولكن جاء هذا المقبولة شخص المقبولة وهو أعتقد أنه يوجد واحدث أنه يوجد بشأنية ولكن الآن السيوارة المسلمة وقد أحد الأيام سوائي يكتب أنه رد مزيزا قد شخص يطاعت في المشارطين تأثير من الفجار وهو أفعل ذلك وقد فعله أرأس ما أردت لم أتطلقني مجموعة ولم يتطلقني مجموعة من المجموعة لقد قلت بحرارة مجموعة كانت تتطلقين ويقومون بخير فهو يأتقلين فهو يأتقلين يأتقلين بخير ويأتقلين بخير ويأتقلين يتضاف المعاوز بعمل من غيرها في المنزل الان فقط الان سمعه اليه ظهر الطبخ نصابه مجمع ايه المشارك ويجعل يشبه كل ما يكن هو محاولين كل جديد يستفيد معي كان يجب أن يزنان سمعه يجبه وستطيع الرجاء على السرن المزيد للصيح والكامل المزيدة المزيدة المشروع وشكري للصيح المزيدة صباح عنه عندما كان الحديث الثاني وخصفت للمساير ، يوجد اصدر للمساير مرة أولاد عندما أصدرنا التأشير للخوق فأصدرنا أنني أصدرني من البطاق أنا وشاحتارون و كم واحد كان لازم أنني أمدتنا على جواز السفر كما تصدرني الغوال اولا كان عادته ... بعد كامديويد بعد كامديويد كان مواطن لقد كانت محادثة بحضور التحسن وحضور التحسن لأسنه لا! لا! كنتنا هناك لأشياء و عمرين كنت أجربية هو المنزل مباشرة تتالى مباشرة تتالى سيواغوكف تتالى سي بالعلومي بجد ومن سيرى أن يودى اشترى العالمية سترة تدعى في عقل في عام 55 أنت فرصة التقليدي لم تتهم قيطت على البيان ستعى نمثل في البيان في عن المتحض المباشرة عندما أخيرا كانت بالمتحة جامعة، قومي بشرة جعلت كلاسرة أتكلم أنيمت كذلك أفعلنا كان أعطاق بالنسبة ـ فقط أنفسي أريد الذين يريدون العادي بالفعل. وأنت تحديدون هذا مالحق. ولكن كان أسهل في أسهل من رابطة أخر أريد كي أترام أزالك. فأعتقد أن هذا مؤذر من الكاهب كي ألونك أمر في أعبة الأسهل وأنا مؤذر مره الإمتازل. إنها جيدة سؤالة. إنها سؤالة. إنني لا أشعر فرنسية. إنني ليس إيجيبسية. إنني سؤالة. كانوا جوج من المجتمع المصري. أجنية وفقرة. المثقفين. الناس لا يوجد أي ثقافة. الناس تحب الأغاني الأجنبية وناس تحب المكلسوم. وحتى الآن يتحلمون بأغاني الأجنبية. أنا شخصيا لم أكن محتم بأغاني الأجنبية. يمكنني أن أكن محتم بأغاني الأجنبية. مرانيين الأجنبية. ولكن كانوا يحبوا أغاني الأجنبية. وأنا موجود. رحيلي نقام بأغاني الأجنبية لقوم بأغاني الأجنبية. وإنع الأجنبية على هذه التحقيقية كمتركة وشخص كمم –وريسة كأنها الأفرقية. أعبتها. ممتعي أصبحت للمشاهدة. كانت مصنعي أصبحت للمشاهدة. وعندما أصبحت للمشاهدة. لكن لماذا أصبحت للمشاهدة؟ لقد كانت كثيراً للمشاهدة. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة